ضمن اهتمام امارة الشارقة بكافة ما يتعلق بالمسار الاكاديمي والبحث العلمي حضر سمو الشيء سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على مسرح الرازي بجامعة الشارقة حفل انطلاق المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية الحفل حضره ايضا الى جانب سموه كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الانماء التجاري والسياحي ومعالي دكتور احمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الاماراتي وحجد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الجهات الحكومية والرؤساء الجامعات والمعاهد العربية والروسية وجمع من الاكاديميين والطلبة عقب السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة القاسمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي كلمة اكد فيها ان جامعة الشارقة تفخر اليوم بانها تضم طلبة من اكثر من مئة دولة حول العالم مؤكدا في الوقت ذاته اهمية تعزيز افق التعاون العلمي والبحث الاكاديمي وعند تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة وادراك القادة اهمية التعليم العالي تم انشاء اول جامعة في دولة الامارات وهي جامعة الامارات ليستفيد منها الكثير من الطلبة ولكن ما زلنا نبتعث طلابنا الى الخارج لقلة التخصصات الموجودة في الدولة وتمر الايام سريعا وها نحن اليوم نقف هنا في جامعة الشارقة لنفتخر بان نقول بان الان طلاب العلم يأتوننا من اكثر من مئة دولة من حول العالم وبالرغم من ذلك ما زلنا نبتعث طلابنا الى الخارج لماذا؟ لاننا نعرف اهمية التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول وبين الجامعات من خلال البحثات ومن خلال المؤتمرات التي تقيمها الدول والجامعات مثل مؤتمرنا هذا في جامعة الشارقة التي اسسها صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والذي رسم ملامح مكانتها العلمية الرفيعة لتتصدر ترتيب الجامعات في المنطقة فهي الاولى على مستوى الدولة في البحث العلمي وحصلت على تصنيف افضل 251 الى 300 جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف مؤسسات التايمز للتعليم العالي وفي كلمة له ايضا خلال الافتتاح اشار الدكتور احمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ان جامعة الشارقة المستضيفة لهذا المؤتمر هي اكثر جامعة لديها بحوث مع الجامعات الروسية تليها جامعة الامارات وجامعة خليفة ما يعكس النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة في التعاون مع الدول المجاورة والعالم كافة في البحث العلمي والتعاون الاكاديمية طبعا جامعة الشارقة مستضيفة لهذا المؤتمر ولكنها اكثر جامعة عندها بحوث مع جامعات روسية تليها جامعة الامارات وجامعة خليفة جامعة الامارات جامعة شارقة عفوان ايضا من اكثر الجامعات تعاونا في البحث العلمي مع الدول العربية فحقيقة هي انعكاس لنظرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في التعاون مع الدول المجاورة ومع العالم نحن في الوزارة نشجع جميع الوزارات عفوان الجامعات ومؤسات التعليم العالي للتعاون الدولي هناك مؤشر نضعه على الجامعات الجامعات الفدرالية تابع الحكومة الاتحادية وايضا الجامعات الخاصة والحكومية حول التعاون الدولي في رأيه الشخصي مؤتمر مثل هذا يكون فيه تبادل ما بين 200 جامعة تقريبا ثلث منها روسية وثلثين منها عربية اعتقد هو اداء ايضا لتسهيل عملية التعاون الدولي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزة سلامة ألقى كلمة خلال الحفل أيضا أشار فيها إلى ضرورة زيادة حجم التعاون بين أعضاء اتحاد الجامعات العربية الروسية في المجالات العلمية والاقتصادية بالإضافة إلى التنسيق المشترك ووضع استراتيجيات وأطر تبادل بينها الحضور الكريم باعتبارنا قادة في مجال التعليم العالي فإن المسئوليات الكبيرة فيما يخص بناء الإنسان والمستقبل تقع على عاطقنا وهذا يستدعي وضع خارط الطريق تشكل نقطة التقاء دائم بيننا وضع في رأس أولوياتها مهمة خلق بيئة علمية صالحة وإنني على يقين بأن التعاون البناء فيما بيننا يساهم في ترشيد التعليم وتوجيه الاختصاصات ومواماتها مع سوق العمل وهذا تحدي كبير نواجه من خلاله حالات البطالة حيث تبلغ نسبة البطالة في المجتمع بين خارج الجامعات العربية نسبة كبيرة وأريد أن أؤكد على حرسنة على الاستمرار في تطوير العلاقات الأكاديمية الثنائية مع الجامعات الروسية بما في ذلك تطوير برامج تعليمية مشتركة والاعتراف المتبادل بالشهادات وإصدار دبلوم مزدوج وإنشاء مختبرات مشتركة ومراكز وحضائق ألبية مشتركة وتنفيذ برامج التبادل الأكاديمي للطلاب والمعلمين والباحثين ونشر اللغة الروسية في العالم العربي وتدريس اللغة العربية بالجامعات الروسية وتوفير فرص حصول الطلاب العرب على منح دراسية في روسيا الحفل تخلى له عرض مادة مصورة تناولت أهمية المؤتمر وأبرز أهدافه عقب ذلك ألقى الدكتور فيكتور أنتونوفيتش ساندوفينشي رئيس جامعة موسكو الحكومية كلمة ثمن فيها الجهود الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالعلم ودعم المؤسسات التعليمية كما تناول في كلمته التعاون المستمر والمتطور بين الجامعات العربية والروسية في كافة المجالات الدكتور حميد مجول النعامي مدير جامعة الشارقة ألقى كلمة رحب فيها بالحضور الكبير في هذا الحدث العلمي العالمي والذي يعقد للمرة الأولى في الدولة على مستوى الرؤساء أعرق مئتي جامعة من دول الوطن العربي ودولة روسيا الاتحادية لبحث أطهر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المشترك في شتى المجالات ختاما تفضل سمو نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بتكريم المتحدثين والشركاء والرعاة والداعمين كما تسلم سموه عددا من الهدايا والدروع التذكارية وتركز جلسات المؤتمر الذي يعقد بشكل دوري كأحد الأنشطة المهمة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات في الدول العربية واتحاد الجامعات الروسية تركز على مناقشة رفع مستوى التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال الشراكة مع أعرق الجامعات العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر